الكتاب ستعقد خلال الفترة الممتدة بين 18 و 28 ديسومبر الجاري بقصر المعارض بأسنوبر البحري إلى جريدة البلاد البلاد كتبت لا طوابير لا بيروقراطية ولا تجاوزات بعد اليوم في الخدمة العمومية الإدارة الجزائرية ستخرج الوثائق المطلوبة من المواطن بدلا منه حيث شددت وزارة إصلاح الخدمة العمومية على ضرورة إعادة النظر في الأسليب التي تنتهجها الإدارة الجزائرية في القطاع العمومي مع المواطن إلى جانب مستوى الخدمات التي باتت توصف بالميزيرية في ظل تفشي البيروقراطية إلى جريدة الجزائر النيوز الجزائر النيوز كتبت بينهم نشطاء من حركة العروش قرروا دعمه الأنزيغ مع بن فليس حيث كتبت الجزائر النيوز شهدت ولاية تيزي وزو أمس ميلادة تنسيقية الولائية لمساندة ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس لرئاسيات 2014 والتي تمخضت عن الاجتماع المنعقد بعاصمة الولاية الذي حضره ممثلون عن المجتمع المدني قادمين من 67 بلدية جريدة الشعب كتبت تبون يحمل رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين المسؤولية التقاعص والبيروقراطية يعيقان إنجاز السكنات الريفية حيث أرجع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس استأخر إنجاز السكنات الريفية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 إلى ما اسمه بالتقاعص والبيروقراطية محملا الأميار والمنتخبين المحليين جزءا ميلا المسؤولية إلى الجرائد الناطقة بالفرنسية حيث كتبت الإكسپرسيون في السنوات الأخيرة سجلت الجزائر تأخيرا كبيرا في فتح بعض القطاعات الاقتصادية والإعلامية مثل الاتصالات والبث والنقل الجوي وقد تسبب تأجيل الجيل الثالث ترواجي قلقا كبيرا في أوساط متعامل الشبكات الهاتف النقال وقد أبرز هذا التأخر مرة أخرى ضحف الإدارة الحكومية في إطلاق المشاريع الكبرى جريدة لطن الناطقة بالفرنسية كتبت 325 كار رسونسي دبوين دولاني أورون السنسبلسيوليزاتيون pour vaincre la maladie كتبت لطن دالجيري رغم الحاملات التحسيسية لتفادي الإصابة بهذا المرض تسجل ولاية وعران 325 حالة جديدة مصابة بالإيدز ورقم مخيف جدا يوحي أن الجزائريين لا يبحثون عن المعلومات الكافية والشاملة حول داء السيدة وهو ما يجعلهم يصابون به بسهولة وذلك لجهلهم لكيفية تنقله وطرق الوقاية منه والقطاع الصحية اليوم بوهران يواصل جهده في منع انتشار هذا المرض بالتعاون مع جمعيات محلية كجمعية حق في الوقاية وصحة سيد الهواري وسنابل الرحمة من خلال حملات تحسيسية نختم معرض الصحافة لليوم بتصريح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون حيث أكد أن لجنة الطعون ستشرع في عقد اجتماعاتها بداية مناء الأسبوع القادم للنظر في الملفات التي تصلها حيث تم الرد على 200 ألف مكتتب في حين رفضت ملفات 92 ألف مسجل وعملية غربلة الملفات على مستوى وكالة عادل بالنسبة للمسجلين الجدد تتم على ثلاثة مراحل والوكالة عالجت 700 ألف طلب في المرحلة الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتراقضات الموجودة فيها حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا لأزيد من 25 مرة أما المعالجة الثانية فتمت على مستوى البطاقية الوطنية للسكن والتي من خلالها تم إقصاء 92 ألف مسجل كان هذا تصريح الوزير عبد المجيد تبون ننتقل الآن إلى ركني الضيف وشاهدين تحضر معي اليوم الآن نسام سعودة بوطلع رئيسة القسم الثقافي في جريدة الأخبر نسام سعودة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم وشرفني حضور في هذا البرنامج مع مقدم الشاب وبرنامج يتطرق إلى كل مواضيع في صباح بكر إن شاء الله يكون خير على كل الجزائريين إن شاء الله نسعود أن عدد ضيوف سقسيهم على حل وسيلة اللي يعملوا فيها أنا اليوم أشحل سقسيك على الخبر نسقسيك على الثقافة كيف هي حل الثقافة؟ خلينا نقول في الجزائر في الواقع الثقافة في الجزائر مثل كل القطاعات في الدولة هي ثقافة الواجهة ثقافة المناسبات ثقافة المهرجانات لكن للأسف الشديد يغيب في الجزائر الفعل الثقافي الحقيقي الفعل الثقافي الذي ينبع من المجتمع الفعل الثقافي الذي يصنعه الإنسان ففي الجزائر لا نجد ذلك المتقف الذي يصنع الفعل الثقافي يعني حقيقي أن الدولة تقدم أشياء كثيرة للثقافة تقدم دعم كبير للثقافة لكن فشنا في صنع الإنسان المتقف فشنا في صنع الإنسان الذي يصنع الفعل الثقافي لأن الفعل الثقافي ليس مجرد مهرجانات الفعل الثقافي ليس مجرد لقاءات فقط وتظاهرات الفعل الثقافي أن نصنع الإنسان المتقف الذي يقدم وجهة نظر يقدم رؤية يقدم حلول يقدم نقد بناء للمجتمع لقضايا المجتمع إلى آخره يعني هذا الجانب طيب مسعودة أنا عادة لما يكون ضيف من تخصصي اقتصادي نحب نبدأ بالمواضيع الاقتصادية لما يكون ضيف سياسي نبدأ بالمواضيع السياسية صراحة نكون صريحة بكم مسعودة لما حبيتك تحضر معي حبيت نتناوله مواضيع ثقافية أكيد لكن الجرائد اليوم ما تكتبش لو نروح كل الجرائد ما تكتبش في مواضيع الثقافية علش الجرائد الوطنية الجرائد الجزائرية ما تكتبش في الثقافية لا لأن الجرائد تتبع قضية العرض والطلب الجرائد ترى أن الإنسان الجزائري لا يقرأ المواضيع الثقافية أو لا يقرأ الصفحة الثقافية أو لا يهتم بالصفحة الثقافية وهنا نعود إلى القضية الأولى التي تطرقت إليها وهي وجود الفعل التقافي أي وجود الإنسان الذي يبحث عن الفعل التقافي الذي ينشط الفعل التقافي فالجريدة لا تهتم لأنها ترى أن المجتمع لا يوجد فيه تقاف الجريدة لا تهتم لأنها ترى أن المجتمع لا يقرأ التقاف لكن الجريدة لازم عليها تقدم خدمة نحن نهضر على هذا الجانب الجانب التي ترى فيه الجريدة لكن هناك جرائد لا يجب أن نعمم هناك جرائد مهتمة كثيرا بالثقافة وهناك جرائد الصفحة التقافية لا تغيب عن الجريدة الجريدة الخبر نعم مثلا الخبر تحرص دائما على أن تكون هناك صفحة تقافية في الجريدة ودات نوعية وتناقش القضايا يوم وكأن أرجع الموضوع الثقافي حوارات الصحفي في القسم الثقافي مهمت أن يعمل حوار حوار مع كاتب حوار مع روائي حوار مع كاتب مصرحي هذه المواضيع الآن التي تتغفى في المواضيع الثقافية أنا معك هناك نوع من التقصير في قضية التوجه إلى عمق المشكلة التقافية في الجزائر يعني البحث عن القضية التقافية في الجزائر مثلا إجراء تحقيقات روبرتاجات عن الوضع التقافية عن حال التقافة حال مكتبة حال الشعر حال الرواية حال المصرح لا يوجد حقيقة هذا الفعل هذا العمل يعني الميداني وعمل البحث والتعمق في المشكلة التقافية وأعتقد أنه السبب يعود يعني هناك مجموعة تراكمات يعني مجموعة من الأسباب منها مثلا عدم وجود صحفيين مختصين يعني بالعسف الشديد نحن نجد صحفي في التقافي هو آخر واحد يعني مهتمين به في الجريدة عدنا نحن لما كنا ندرسه يقول لك أنه الصحفي المتمكن أو المدرسة هي القسم التقافي لأنه ما أدب من مفروض من مفروض طبعا من المفروض أنه القسم التقافي هو يعني الذي يصنع كتاب أي جريدة يعني حتى كتاب الرأي يعني القسم التقافي هو الذي يصنع لكن للأسف هذا التوجه لم يكن في الجزائر خاصة في الإعلام للأسف الشديد فآخر واحد في الجريدة هو الصحفي في القسم التقافي ونتمنى أن هذه الوضعية تتغير لأن حقيقة الصفحة التقافية لها دورها في المجتمع لها دورها في توعية المجتمع يعني في نفط الغبار عن تقافة المجتمع دائما نقول الوزارة أنه فيه تقصير من جانب النخبة ومن جانب المهتمين بالمجال الثقافي أنا لم أقل الوزارة ولم أقل أن الدولة لا تقوم بدورها أنا قلت أن هناك غياب الفعل التقافي في الجزائر من المسؤول عن تغييب الفعل الثقافي؟ غيب أو غاب؟ لا لا الفعل التقافي غائب لم يغيب غائب لأن المجتمع له دور كبير في هذا المجال والمجتمع الذي لا يصنع متقافين أو لا يقدم متقافين لا تنتظر أن يكون فيه فعل تقافي تحصيل حاصل لكن صدق لما نعالج موضوع نقول لا المجتمع عمومية كبيرة أنا رايحة لما نقول المجتمع مثلا نأخذ المنظومة التربوية المنظومة التربوية هو المدرسة نتعلم منها المصرح ونتعلم منها القراءة ونتعلم منها النقد هي المدرسة هي التاني بيت لنا بعد البيت فالمدرسة في الجزائر هل تتعرض المدرسة للتقافة في الجزائر بكل روافدها يعني هل هناك مسرح طفل في المدرسة هل هناك حتى عن دراسة السينما في المدرسة أو حب السينما في المدرسة هل هناك الرسم في المدرسة هل هناك الفنون الجميلة في المدرسة ليس بالدرجة التي نتوقح أو المطلوبة التي ممكن تؤدي إلى صناعة مجتمع يحب هذه المجالات للأسف الشديد في المدارس مثلا كان عندنا الفرق المسرحية الصغار في المدرسة وكل مدرسة عندها وهناك منافسات أين هذه المنافسات يعني مثلا المدرسة لأنها أعتقد أنها هي أساس وبعد ذلك هناك أيضا المجتمع المدني هناك أيضا جمعيات غياب الجمعيات الفعل الجمعوي غير موجود في التقافي للأسف الشديد هناك بعض الجمعيات تقوم بنشاط أما البعض الآخر فغائب حتى لو كان العدد كبير جدا الجمعيات في الجزائيل لكن نشطها للأسف لكن لما نحب نعالجه مواضيع لما نحب نعرفه السبب أو سببين رئيسيين لنبدأوا نعالجوا منهم ربما السبب الرئيسي سبب الرئيسي في رأيك أنت أنه غياب غياب كل أشكال الثقافة في المجتمع الجزائيل السبب الرئيسي لغياب أنا أذكرت سببين أولا طبعا لأنها هي الأساس المنظومة التربوية غرص ثقافة مثلا حب القراءة حب المصرح حب السينما هذه تغرص أولا في البيت ثم في المدرسة لأنها أول ما يحتك به الإنسان بالنسبة للمعرفة وتعرف على الأشياء وأمور الحياة وكل مجالات الثقافة والفن هي المدرسة طيب خلينا نتكلم على مدرسة شيء مش مهم لكن مسعود نتكلم مثلا على المؤسسات اللي تعمل المصرح كمصرح سينما سينما أفلام سينما ما عندناش سينما تسويق داخلي ما كاش فما بالك تسويق خارجي ما عرفناش نسوق الرموزنا وفورتنا سينمائيا أفلامنا الكنة العجوز المناسبات رمضان المصرح يعني إما مصرح نخبوي يفهمه كاتب المصرح وحده ولا مصرح يعني فكاهي ما يترسخش في ذهن المشاهد هذه المؤسسات عليش عجد أيضا ثاني يعني المنظومة التربوية مؤسسات المموضة تقوم بطورها أعتقد المؤسسات الجزائرية في المجال التقافي يعني نقصها وجود الإنسان المهتم بالفعل التقافي يعني إعطاء الأمور لغير أهلها فيعني مثلا المصرح يعني مثلا لو ناخد المصرح لا توجد هناك فرق مصرحية نعتني بها بشكل يعني إحنا جولنا مثلا جمعيات مصرحية ما عندهش حتى وين تعمل يعني الريبيتيسيون يعني ما عندهش إمكانيات ما عندهش يعني وهذا يتطلب يتطلب اهتمام اهتمام من طرف من طرف الدولة أيضا كان بالنسبة للسينما وهناك محاولات هناك محاولات من أجل النوض للسينما لكن للأسف شديد هذه المحاولات تتجه إلى الاتجاه غير الصحيح كيف مش مصرح الاتجاه الصحيح مثلا هنا مثلا الجزائر تشارك في مهرجانات مهرجانات عديدة يعني الجزائر أنتجت مثلا في سنوات مثلا الجزائر أنتجت سنوات عديدة مجموعة من الأفلام لكن لما نطرح سؤال أين هذه الأفلام لا نجدها لا نجدها أين هذه الأفلام يقول لك سبعين فيلم أنتجنا سبعين فيلم بين وطائقي وقصير وفيلم طويل لكن هل شاهدت هذه الأفلام لم نشاهدها وما هذا ضعف التسويق ليس فقط ضعف التسويق أيضا ضعف الإنتاج يعني التموين الذي يقدم من المخرج يقدم إلى غير أهله وهذه هي القضية الأساسية لما تقدم المخرج أول مرة يعمل فيلم أول مرة يعمل لماذا يا أخي هناك محترفين هناك ناس عملوا في السينما من قبل لماذا لا تشجع هؤلاء لماذا تعطي المال إلى غير أهله يعني حتى نعمل فيلم سينما على الأقل يعني يكون هناك إنساء وناس محترفين في مجال السينما فأحنا لا جيب سيناريو جيب سيناريو وطرح المجرؤات حتى لو البارح يعني بارح كنت شيء آخر وكنت كاميرامان والآن أنا مخرج أعمل كاميرا فوق دهرك وعمل مخرج هكذا يشخون المزارة متكفش هي مجموعة هي مجموعة من العوامل يعني